تجرى الانتخابات التشريعية في المغرب مرة كل خمس سنوات ينقسم البرلمان المغربي إلى غرفتين الأولى تسمى مجلس النواب وينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام المباشر أما الثانية فهي مجلس المستشارين وينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام غير المباشر دور مجلس النواب تمثيل الناخبين من خلال التشريع واقتراح القوانين ومناقشتها والتصديق عليها ومراقبة الجهاز التنفيذي أو الحكومة أما مجلس المستشارين فتحال عليه القوانين لمناقشتها مرة ثانية والتصديق عليها الانتخابات هذه هي الثالثة بعد التعديلات الدستورية لعام 2011 والتي فاز في أعقابها لأول مرة حزب العدالة والتنمية وقادته لولايتين متتاليتين يشارك نحو 32 حزبا سياسيا في هذه الانتخابات أبرزها حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحزب الاستقلال المحافظ والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة مع مشاركة واسعة لأحزاب يسارية بلغ عدد القوائم الانتخابية المتنافسة في الانتخابات نحو 1704 قوائم عدد مقاعد البرلمان 395 تنتخب منها 305 مقاعد على مستوى الدوائر المحلية فيما يتم انتخاب التسعين المتبقية على مستوى جهات المملكة الاثني عشرة تتوزع المقاعد بحسب كثافة الجهة السكنية ومساحتها ما جعل الدار البيضاء تحتل الصدارة بعشرة مقاعد بحسب الدستور المغربي فإن الملك يعين رئيس الحكومة الجديد من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ولأول مرة في تاريخ المغرب يتم استدعاء الناخبين للإدلاع بأصواتهم وانتخاب مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد